اشتركوا في القناة والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الآن هذا الدرس الثالث في إجابة الأسئلة التي ترد مركز نوم وتتعلق بسورة يوسف وهذا طبعا ضمن دورة علوم القرآن التي يمكن أن تنتهي عندما ننتهي من معالجة الأسئلة التي تردت كما قلنا وتعلق بسورة يوسف عليه السلام معروف أنه سورة يوسف نازلت في المرحلة المكية بمعنى بالذات بعد عام الحزن كان يعني بلغ الأمر ما بلغه من الهجوم على الإسلام من قبل المشركين وكان الوضع في غاية الصعوبة في مكة ثم جاءت سورة يوسف وكأنها كأن من ضمن حكمة نزولها في ذلك الوقت أنه تنبئ الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بأنه كيف ستنتهي الأمور وفعلا نجد كريش فيما بعد وقفت أمام الرسول صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة وقفت أمام الرسول صلى الله عليه وسلم كما وقف إخوة يوسف أمام يوسف بالضبط كيف لما قال يوسف عليه السلام لإخوته لا تثريب عليكم اليوم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا كيف خاطب أهل قريش بطريقة نفسها حتى ورد لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته وذكر يوسف طيب إن صح هذا طبعا الحديث في السيرة صح طيب الآن إذن نكمل في إجابة الأسئلة يا شيخ نعم كنا نتحدث عن حادثة الهم وحادثة النسوة التي قطعنا أيديهم حادثة النسوة التي قطعنا أيديهم هنا في عدة أسئلة حتى نخرج من هذا الأمر لماذا لم يستفز العزيز في تلك الحادثة يعني ما كان موقفه يعني حاد مقابل ما حصل لماذا لم يظهر علي الغضب الشديد ويستفز الاستهزاز الشديد بالعكس وجدناه بقول يوسف أعرض يوسف أعرض عن هذا انسى وكتم واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين طيب إحنا سبق أشرنا الحقيقة إنه في احتمال أن تكون هي ابتداء كانت مؤامة يعني هي من ضمن الفراعنة اللي استرق سبية النساء يبدو في معركة من المعارك وقلنا إنه كان وقتها عهد الملوك رعالهكسوس هذا طبعا الكلام كله وفق ما يرجع في التاريخ لأنه في بعض الناس ممكن يروحوا في التاريخ لأمور أخرى وهذا محتمل لما يكون الأمر بعيد لكن احنا الآن نعتمد ما هو غالب في التاريخ مما يروح طبعا هو ملوك رعالهكسوس وممكن تكون فرعونية ثم اعتقها وتزوجها فهو من جهة سيدها وهي أيضا امرأته وزوجته الحقيقة في مثل هذه الحالة احنا نضع احتمالات الآن في مثل هذه الحالة لما تكون المرأة مسترقة أصلا غير عن الحرة غير عن الحرة ليش؟ لأنها إذا أخذت بالقوة إيش مسوّغ إنها تكون وفية لزوجها لما تكون مأخوة بالقوة وبجوز أخذت من زوج كمان ثرحوني فإيش اللي يعني بده فكان دائما حتى اشتهر بين العرب إذا بتلاحظ لما قالت هند وهل تزني الحرة؟ لأنه كان معروف الحرة لا تفعل طب والعمى كأنه هذا من شأن الإماء هذه قضية محتملة ليش هو لم يستفز؟ القضية الثانية غالبا في أجواء القصور أجواء القصور واختلاط الناس بعضها كيف يعمل الناس؟ بكون موجود على فكرة إماء وبيكون حرائر وبيكون من الخدم رجال برضو من المستعبدين ومن من ومن ومن جو القصور والمترف خصوصا إذا فيه طرف بتكون هذه القصص القصص قصة إنه هذه كان لها عشق مع هذا وهذا مع هذه وإلى آخره هذا لا يتكرر فلما بتكرر بتكرر بصير مألوف خصوصا يعني كيف الناس حفكرة بتصير تألف بعض الأمور الفاسدة من خلال تكرر وانتشار ويعني بدنا عشو يكون مبالغين إنه اليوم اليوم في قصور الحكام المترفين هذه تعد من الأمور الطبيعية وطبعا ما بحتجش إنه قعد نروي لكم قصص الحكام والناس المترفين هذول خصوصا المتسلطين على رقاب الشعوب وما جوا باختيار الشعوب هذول غالبا على فكرة بتكون محيطهم فاسد مش بس هم وكل الطبقات الحاكمة المترفة في هذا الباب كنوش مثل ما إحنا منتصور إنه الغيرة الشديدة وهو المسائله هذا من كثرة إنه القصة بتصير كثير الدليل على إنه القصة بتصير كثير شو قال؟ إنه من كيدكن يعني هذا من الإشي اللي إحنا منعرفه من كين يعني مش جديد علينا مش جديد علينا انتبهى إنه من كيدكن آه نعم إن كيدكن عظيم هذه التعبير يعني وإقرار من الله بهذا الكلام؟ هو الكلام الكلام أولا مستمر فلما رأى قميصه كد من ذبر قال إنه يعني من كيدكن لحظ من كيدكن كأنه من الكيد اللي إحنا منعرفه إن كيدكن عظيم هو الحقيقة ما أدري ليش ناس بتتوسع في المسألة وبزعمه إنه إنه الكلام عن كيد النساء بشكل عام جنس النساء وحتى بعضهم بيحرف الآية وبقول إن كيدهن عظيم بيحرفوها كثير بيسمعوها حتى من بعض الناس اللي ممكن تتوقع مثقف وقال إن كيدهن عظيم لا هو بيقول إنه من كيدكن ها يعني كيدكن اللي إحنا مجربينه إن كيدكن هذا المجتمع النسوي اللي في مثل هذه معتاد منه مثل هذا الكيد كيف بدنا إحنا نجي نقول إنه هذا بتتعلق بالنساء لا بالعكس هو حقيقة الأمر إنه الكيد العظيم للرجال أكبر بكثير إذا بدنا نأخذ الرجال والنساء يعني تأخذ الرجال بشكل عام والنساء بشكل عام مين اللي كيده أكبر وأعظم؟ الرجال لأنه هم أهل المؤامرات والكيد وطبعا الكيد سبق في بعض دروس تفسير بياننا الفرق بين الكيد والمكر عشان فلما سمعت مكر هن جايب اه بين الكيد والمكر المكر بيكون تدبير خفي المكر بيكون تدبير في الخفاء المكر هذا والكيد لا الكيد بيكون تدبير لاحظة بالخفاء أو بالعلن بالخفاء أو بالعلن بس من أشد الكيد أشد من المكر إذا الكيد بيختلف عن المكر فيه مسألتين إنه الكيد تدبير ممكن يكون بالخفاء فيكون مكرا وممكن يكون في العلن الكيد ثم هو أشد درجة أعلى من المكر طيب إنه من كيد يكون إذن الكلام عن واقع النسوة في ذاك المكان اللي هو متوقع القصور يعني لأنه تقريبا العزيز زي رئيس الزراء ورئيس شرطة وتفاصيل كما قلنا وهذول دائما بيكون القصص عندهم كثيرة فبالتالي كيف بدون يستفز بقي سؤال في الموضوع فقطعنا أيديهم وقطعنا أيديهم آية كريمة والسارقة والسارقة فقطعوا أيديهم القطع لا يكون بالتجريح كما أشرت في المطار السابقة كان في هناك حديث عن تجريح لكن آية كل وقطعنا فأيديهم جمرينه وأكبرنه وقطعنا هو الحقيقة في بعض الناس عم بيسألوا أنه طيب في حد السرقة في قطع لليد في قطع لليد لذلك لابد أنه لابد أنه نرد نكرر مشان توضيح أولا القطع هو الفصل الفصل وسألنا في المرة الماضية هل الجرح يفصل في الجلد ولا بفصلش طيب لو إجينا قطعنا الكف كامل فصلنا برضو يسمى قطع بشكل أنه فيه فصل إذن سواء كان الفصل في الجلد نفسه وهو الجرح يعني الجرح فيه قطع فيه قطع اللي هو فصل طيب والإيد الكف إذا قطعت وفصلت عن الساعد هل هذا قطع نعم إحنا في المرة الماضية إذا بتلاحظ قلنا بتر هذا الفصل الكامل شو سمنا بتر بس هو الحقيقة البتر وإحنا سبق بينا هذا لما فسرنا إن شانئك هو الأبتر هذا إذا بدنا ندقق في المعنى شو معنات البتر هو البتر مش مجرد القطع الكامل لا البتر هو حقيقة القطع قبل الأوان لما إيش يبتر معناته ما خليناه شتم لما إيش يبتر ما خليناه شتم فإذا لما يقول إن شانئك هو الأبتر الذي لا يتم له يقطع قبل التمام قبل التمام هذا البتر فلذلك طالما أنه كان في سؤال حول هذه القضية فإحنا لابد نركز بالضبط على المعاني إذن إذن البتر مش مجرد الفصل البتر بيكون منع الشيء قطعه قبل أن يتم طيب الآن فيما يتعلق بالقطع لو الله سبحانه وتعالى والسارك والساركة فاقطعه لو فقط كانت هذه الآية بهذا الشكل يمكن أنه يختلف في طريقة القطع هل هو جرح اللي هو فصل في الجلد ولا فصل للكف بالكامل ولا فصل كما يقول بعض فصل للأصابع هاي الأربعة هذا الكلام تماما زي قضية وأقيم الصلاة كيف أنه أقيم طيب السنة فصلت وآتوا الزكاة طيب شو عرفنا 2.5% مثلا تدفع الزكاة فصلت طيب والحج تم التفصيل وحتى العكوبات وشروطها وشروط تطبيق الحدود منين أخذنا من السنة طيب السنة بينت معنى القطع بينت بينت معنى القطع لأنه حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم زي المرأة المخزومية التي سرقت مثلا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم في زمن الخلفاء الراشدين كانوا يطبقوا عقوبة حد السرقة إذا وإلا لو كان ما فيش تبيان في السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعد من بعده لو ما كانش كان ممكن فعلا يختلفوا الفقهاء إيش معنى القطع وهذا الكلام نفس الشيء إيش يعني صلاة إيش يعني زكاة إيش يعني صوم التفاصيل هاي كل ها نعم هذا بالنسبة لله سؤال عندما يعني امرأة العزيز قالت وَلَاِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُّهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَا وَلَا هَقْهُ لَا أَمْ لَمْ حُكَوْنَ لَ poetry وَالْبِكُوْنَ لَيَسْجَنَنَّ وَلَا أَمْ لَمْ مُنْ كَوْنَّestừ وَلَا يَكُوْنَرْهُ لَا مِنْ عَوْكَوْنُ لَهُ لَكُوْنَهُ لَا كَوْنَا ولا يكون طيب هو المصاحف الحقيقة تنون يعني تماما زي رحيمة رحيمة بيكتبوها رحيم الألف وبيوضع علامة التنوين هذه المسألة في ليكون موضوع في المصاحف علامة التنوين هذا بيعمل نوع من الالتباس فيظن الناس بظنوا أنه هذه ليكون منونة والحقيقة أنه كيف بتميز أنت مثلا الاسم أو الاسم بشيك كيف بتميزه يقبل التنوين يعني من علامات حتى تعرف الاسم أنه الاسم بيقبل التنوين أما الفعل أبدا الفعل لا يقبل التنوين إذن يكون هي فعل ولا اسم فعل إذن كيف بده يكون فيه تنوين والحقيقة ما فيش تنوين الحقيقة هون ما فيش تنوين ولا إنما إنما اللي بيجعل الناس يلتبس عليهم الأمر إنه في المصاحف موضوع إيش زي رحيما تنوين موضوع تنوين مرسومة في المصحف ألف وتنوين لا ما هوش تنوين هذا وإنما هو النون في عندنا نون مثقلة زي لا يسجنن هاي تأكيد إيش مثقلة لا يسجنن بدي أوقف الآن انسى الرسم المصحف الآن مبدئيا لا يسجنن ولا يكونن هون مخففة وهذه النون المخففة الساكنة قبلها فتح قبلها فتح فمعناته أشبهت تماما التنوين لأنه لما تقول أنت رحيما رحيما هي نون ساكنة وقبلها إيش فتح إذن بيشبهوا بعض ومثل ما إنه إحنا بنرسم لحظة ننسى الرحيما بألف تمام فلذلك رسمت هي وليكون رسمت تماما كأنها تنوين ليش لأنه إيش الفرق إذا بتلاحظ بين قولنا رحي رحي م من فبنكتبها إيش رحيما طيب ولا يكون نن لا يكون فإذن هذا لأنه الرسم أفكرة في الرسم في في الكتابة العربية تراعي الأول والآخر الرسم في الكتابة العربية تراعي الأول والآخر دائما إذن هون هون هذه ليست تنوين إذن هي النون المخففة واللي قبلها المشددة مين مشدد أكثر ولا ليس جنن ولا يكون هون مخففة لأن بلاغيا مش وقته بلاغيا إيش ممكن بيعطي هذا فبالتالي رسمة ألف مش لأنه من خصوصيات القرآن لاحظة مش لأنه من خصوصيات الرسم المصحف فيه أحيانا رسم بخص المصحف هذا هذا من مما تفعله العرب إنه طالما إنه نون ساكنة قبلها فتح هذه إذن نون التوكيد الخفيفة نون التوكيد الخفيفة قبلها فتح نرسم ألف لكن مرات بنرسمها ألف إذا بده يصير التباس لأنه قد يصبح هناك التباس أحيانا في الفهم فلا ترسم ألف إذن هذه جت رسمها ألف تماما تشبيها بتنوين الفتح ومثلها لنصفعن في صوت ومثلها لنصفعن لنصفعن بالناصية لنصفعن ما فيش في القرآن غيرهم أظن نعم يعني يوسف عليه السلام عندما بدأت النسوة تراوده قال رب السجن أحبه إلي يعني هناك فيه أسئلات لماذا لم يدعو ربه أنه ينجي ولماذا قال السجن أحبه إلي إذن هو السؤال لماذا لم يدعو يدعو الله سبحانه وتعالى أنه ينجي وإنما دعا على نفسه بالسجن وهذا لم يحصل هو فهم غلط هو دعا أن ينجيه فالله استجاب إله نقرأ الآيات حلمك نقرأ الآيات أولا لماذا قال يوسف عليه السلام ربي السجن لأنه قبل شوي إيش قالته هو واقف أصلا قالت فذلك كن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم هو واقف ولا مش واقف فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن هاي سمع ولا يكونن من الصاغرين قال أيها قال ربي السجن أحب إلي مش عم بدعي أنه أنا جزيني يا رب لا هي بتقول لا يسجنن إذا في خيارين أو أو بيستجيب يا ربي أنا لاحظا أنا السجن أحب إلي من هذا قال ربي السجن أحب إذا من من أجد فكرة السجن هي عم بتهدد بالسجن بفعل أو بنسجن ولئن لم يفعل ما آمره لا يسجنن ثم دعا رب فقال ربي سجنه أحب إلي مما شوف قديش هو أحب إلي مما واستخدم أحب على فكرة لأنه من قال إنه بالنفس البشرية لش هو الواحد بحب السجن هو الواحد بحب السجن تصور لما قديش هو ينفر من المعصية إنه السجن اللي هو بيكره هو البشر أحب إلي من هذا كنقلولك هم ولا ما همش هذا سبق تحدثنا طيب قال لاحظة وإلا تصرف ها هون هون الدعاء هذا الدعاء وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن هايه استجاب له هاي دعاء هاي استجاب ما دعاش في السجنه هو هو عليه السلام لم يدعو أن يزجن إنما بقول يا ربي يا ربي السجن اللي هو بكره هو البشر لا أحب إلي من وإلا تصرف عني كيدهن سبق الله شو معنات أصب فيه ميل يعني هو السعب يخاف من الميل يخاف من الميل اللي فيه رغبة تمام يصب فهون فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن طبعا الناس بتبدأ تدخلهن ما هو الإنسان يا سبحان الله كنت قل لك يا الله يباقي صرف الله كيدهن بس كيف يعني بأي طريقة شو بأي طريقة خلاص عم بقول لك صرف كيدهن الله سبحانه وتعالى سدخل وصرف كيدهن واستجاب له وخلصنا بعد فترة طويلة منين عرفناها من ثم ثم يعني قداش الفترة بدريش إنما هاي ثم ثم بدى لهم أي لحظة ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجنن بل هناك ما لاش علاقة بقوله ربي سجن لأنه صرف كيد هنا خلصنا لأنه قال السجن أحب وإلا تصرف عني مميل لا استجاب لك وصرف تمام ثم هاي مسألة ثانية ثم بدى لهم نعم لماذا سجنون مع برور الآيات على مرارة آه يعني هون ثم بدى لهم شو معنات بدى لهم أصلا إذن هما ما كانوش مفكرين ابتداءا بعد ما عرفوا القصة ما كانوش مفكرين إطلاقا بسجنه تمام يعني هاي شغلة السجن أجت بعد ما لاحظوا ملاحظات بعد ما لاحظوا ملاحظات معينة قالوا لا 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 أفضل طريقة انضبوا شوي شوي لا والله هاي مبين الشغلة طب شه الشغلة الآن اللي هم الاحتمالات اللي ممكن تكون حصلت أولا أولا لما فكروا قالوا طيب هذولا هذي مش بس مرت العزيز هذولا عفكرا نسوة مش كثار هنها كلين منين عرفنا نسوة لأنها جمع قلة هذا نسوة جمع قلة فبالتالي هن عددهم قليل مش كثار يعني ممكن يكون هذولا هل هن من العوام ولا هن من فكرة القصور غالبا إذا بدنا نرجح من القصور لأن العوام غالبا بدروش في هذ شكالات القصور هاي زي شعوبنا اليوم بس اليوم مع وجود انترنت وكذا يعني ممكن يصيروا يعرفوا العامة الناس وبدخلوش بحريتهم على القصر وبدخلوش بحريتهم حتى يعرفوا فهون هم يقل لك وبعدين تنساش النسوان لما تحدث في نسوان ثانيات صاروا بدهم يشوف نو طب وكل هن اول ما يشوف نو شو بده يصير طالما ما هذا بشرة يعني خارق جمال رجولي طبعا جمال رجوله خارق طب هذا مشكلة هاي عندما احنا معقول نضب كل النسوان في السجن اتدقق معاي يعني كل هنصار هاي فتنة هاي معناته فتنة لا معناته غيبوه هاي واحد غيبوه في السجن شوية مشان تهدى هالفتن هاي اللي ثارت في القصور بجود توصل في الأخير زوجة المالك ما تدريش فالمهم ضبوه ضبوه شوية اذا هم يعرفينه انه بريه والشغل بدت بعدين لما شافوا امور ما هي الآية شي هي اصلا لغة هي العلامة دال على الاصل الآية هي العلامة دال التي تدل فلما شافوا علامات تدل وين رايح الأمور قالوا لا 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 منها أنا بتصور يعني نحاول نتصور انه مثلا زي ما قلنا هن بدين كثرة يتقربن ويشوفنوا بتفاصيل لا 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 معناته ضبوا هاي واحد يعني القضية بتشبه اذا صحت القصة قصة الرجل اللي كان جميل الشكل في المدينة ايام عمى بن الخطاب فلما كان في يوم من الايام كنه بسمع هو أو غيره امرأة عم بتقول هل من سبيل ولا بلاش الى اخر الى اخر الى اخر ام من سبيل الى نصر بن حجاجي طيب قال لك شو مين نصر هذا جبه جابه لنصر طلع عليه جميل قال حلكوله اذا صحب طبعا وهذا العمر حلكوله حلكوله صار اجمل قال فايش اخذ اخذ ابعدوا عن المدينة باي ظروف وتفاصيل مش موضوعنا هذا وصحت قلوها متصح بس انا الان عم بدي اعطيت هاي القصة مشان نبين شو ممكن يكون بعض العلامات قالوا لك نضبوا مش نضب هنا شو بدك نضب لا نضب فهون هاي واحد اتنين اذا بتغيبوا انت شوية عن لما بصير وتوتة خليه يبعد من نظر الناس يعني بمعنى اخر كل ما شافو بتذكروا القصة كل ما شافو بتذكروا القصة لا احنا بنغيبوا شوية خلص بتسكن الامور خلص بنسوه لما بنسوه خلصنا اما طالما موجود الناس ممكن تكبر اذا هذه من بعض العلامات الدل المحتملة اللي جعلتهم ومع انهم عارفين بانه بريء بدى لهم يعني ما كانوش نويين بدى يعني لانه اللي كان نوي من اصل معناته اعتبروا مذنب و لازم يسجن لا ما كانش هيك انما لما شافوا مؤشرات وين رايح الامور قالوا لا لا يسجن ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجن لحظة تعبير حتى حين حتى حين يعني حتى وقت يعني حتى يحين الوقت المناسب حتى يحين الوقت المناسب نطلعوه ولكن يبدو ظروف البلد والناس والسجون يبدو انهم حطوه نسيوه نسيوه وهذه حكمة ربانية لانه في النهاية في النهاية بدو ينقض شعب بكامله في النهاية بدو ينقض شعب بكامله شعب دولة بكامله او دول حتى من المجاعات القادمة يعني كيف الله سبحانه تعالى يهيئ الامور اللي تبدو لك احيانا سلبية وانت ما تعرف ايش بتخبي هاي الامور في رحمها من رحمة ومن نعمة المصيبة ممكن مرات تحمل في رحمها كما قلنا رحمة ولكن البشر نتيجة كسور كسورهم في العلم والحكمة ما بيفهموا احيانا شو بتخبي هاي المصيبة يعني معقول مصيبة ينتج من رحمها خير فطبعا كان كل الخير في السجن لاحظنا كيف بعدين تسلسلة الامور كيف اصلا الملك في النهاية جاء جعل منه هو العزيز كيف عن طريق السجن وما حصل في السجن ودخل معه السجن فتيان وشاء الى اخره كلها تدرج وحتى في البيئة لكن هو من اول يوم كان مطمن الله سبحانه وتعالى وأوحينا اليه هو في البير لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون كان بعلا غير موحى اله طبعا هو بالنسبة له على اي صورة اوحي له لكن هو كان في بيت نبوة اصلا وبالتالي يعرف مسألة الوحي يعني بمعنى اخر مش غريبة عليه زي ام موسى برضو مش غريبة عليه مسألة الوحي وهو صبي صبي صغير نعم لا يأتيكما طعام ترزقاني هذا هو يحدث صاحبين في السجن يعني الى ماذا تشير هذه العبارة لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويده قبل ان يأتبوكم اه هو لما ودخل معه السجن فتيان قال احدهما عرض رؤية والثاني ايضا عرض رؤية فهو كما نلاحظ لما طلبوا منه انه يفسر لأنهم مجربينه مجربينه وعارفين انه يفسر فبدى معهم قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيكما ذلكما مما علمني ربي اللاحظ على فكرة في الإشارة شقة سبحانه وتعالى ذلكما طب وممكن اخاطب انا مجموعة اقول ذلكم ممكن اخاطب امرأة ذلك ذلك نسوان ذلك قَالك قال كذلك قال كذلك هذا ننتبه المخاطب هنا ايه اثنين ذلكما لأن المخاطب اثنين ذلكما مما علمني ربي إذن هو كان أصبح معلم في قال ذلك لا قال كذلك قال ربك مش في القرآن ما هو لما خاطب زكريا عليه السلام شو قال قال كذلك لما خاطب مريم قال كذلك فهون عجيب ليش لا يأتيكم طعام لأنه هذا ممكن يؤشر لظروف السجن قدش كانت صعبة كيف أنه كانوا منقطعين عن العالم الخارجي بحيث إذا بدهم يعرفوا إشي جد ما هو طب الرؤى كيف بدك تخبر أنت برؤية وتحققها نفرض أنه مثلا فس الرؤية من الرؤى أنه بده يموت الملك طب لو مات الملك وبعد سنتين ثلاثة مين قال أنهم بيعرفوا أنه مات في الظروف هاي قدش الظروف صعبة يعني هدول فقط طب شو الشيء اللي يجد يوميا شو الشيء اللي في السجن بجد يوميا والطعام لأنه هذا لابد منه حتى تبقى الحياة تمام إذن هو كاين على فكرة سابقا يقول لهم إيش رح يكون الطعام طب ليش الطعام بالذات لأنه شو فيه غير الطعام يعني أنباء جديدة يخبرهم فيها فهم مجربينه من خلال أنه كان يقول لهم أنه يكون طعامكم اليوم كذا بكرة كذا يكون كذا يكون كذا جربوه جربوه فبالتالي هم بيعرفوا وبالتالي قبل ما يبدأ شو قال لهم لا يأتيكما يعني حتى كأنه ولا مرة دائما كان لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي بعدين بدأ يؤذهم في جانب الإيمان في العقيدة قبل ما يفسر شو دعوا إلى الله أو شي قدم بالإشي اللي هم بيعرفوه ثم وعظهم من ناحية إيمانية ودعاهم للحق ثم فسر أول أول طبعا ما هو التأويل هو في النهاية بدي أعطيك المآلات يعني المآلات التي يشير إليها الرؤية تقديرك لو كان يعني البعث في تلك الفترة وفي السجن أصبح نبيا أو في هذه اللحظة لا يوجد أي دليل أنه يوسف عليه السلام كان نبي ما فيش دليل يعني يعني لذبنا نقول كان أو ما كانش دائما الإثبات بده دليل والنفي بده دليل ما عندناش أي دليل يقول أنه كان نبي في هذه اللحظات وسبق ولا الكدرة على التأويل الكدرة على التأويل هي إرهاصات ممكن إرهاصات نحو أنه يعني مثلا أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة لكن كانت وقتها إيش لا تحتاج إلى تأويل اللي يرى الرسول لا يحتاج إلى تأويل لأنها تأتي كفرق الصبح إيش يعني وضوح كامل كما رأى يحصل بداية كيف كانت الأمور ولذلك يوسف عليه السلام أول ما بدأ إشارة إلى أنه يكون هو المختار وكذلك يجتبه كانت برؤية ويبدأ أنه في الأنبياء كلهم هيك تبدأ القضية البدايات بس مش معناته الإنسان القادر على تأويل الرؤى معناته وبدأ يكون نبي لا هذه تعطى وكذلك نجزي المحسنين إيش قال قبلها أتيناه حكما وعلمة وكذلك نجزي المحسنين يعني مش بضرورة الأنبياء فقط كل ما كنت أحسن يعني في مرحلة الإحسان بشيك معناته علم وحكمة ويمكن فيه إشارتين بس بالصورة ممكن نستفيد منهم قضية النبوة قضية النبوة اللي هي القميص اللحظة اللي قلهم خذوا القميص فألقوه على وجه أبي والثانية لما سجدوا له آه هو هو إذا بتلاحظوا في المرحلة الأخيرة وكان مارر يعني سنوات ليش ليش كان مارر سنوات أو شي مرة سنوات الخصب الخصب قبل ما يجوا أخوته هاي سبعة مشيك مش فسر لهم سبعة نعم هاي سبعة سنوات خصب بعدين أجت سبعة العجاف العجاف اللي بدوا أخوته يجوا في آخرها يبدوا هاي صار 14 سنة 13-14 لما قال وقتوني بأهلكم أجمعين قبل ما يجي العام الذي يغاث قبلها في السجن لا لا احنا هون ايه وقبلها في السجن ما هو شو معنات بضعة سنين البضعة من 3-9 البضعة من 3-9 طبعا هم بيغلبوا سبعة بس هذه لابد من دليل فيها على هذه المسألة طيب هذه سنين سنين وين تعد تم اختياره فهذه الجتف الأخير اللي هي اذهبوا بقميصه هذا فألكوه على وجهه أبي يأتي ها هذه ما فعلهاش إلا إلا نبي وحكم فيها يأتي يأتي بصيرة وعتوني بأهلكم أجمعين نعم طيب الآن يعني يسقي ربه وخمرة إني أراني أعصر وخمرة ها هذا يعني يسقي ربه وخمرة أما الآخر فأس بي ربه وخمرة إيش عنه يسقي ربه وخمرة أولا تعبير الرب ميهاي قضية كما نقول ربة البيت رب المنزل رب العمل نستخدمه هل لم نستخدمه رب العالم رب العالم نجمع الله أه كيف أرباب العمل نجمع الله وأرباب العمل فيش إشكال في هذا في هذا هي التعبير في أصله ما حدا استنكره أصلا التعبير بالرب ولكن طب منين بيأخذ هذا الاسم الرب إذن إله علاقة بالتربية والرزق والتفاصيل هاي كلها مشيك حتى التربية أعفك لا منكون تربية ما هي ممكن تكون ترجع لمسألة ربا يرب ولا ربا يرب مثلا ترجع في الاشتقاق خلين نفسه فإنساه الشيطان ذكره لا خلينا هون نفس الشي فإنساه الشيطان ذكره يعني تذكير ربه تذكير ربه اذكرني عند ربك فإنساه الشيطان ذكره تمام فهون هل كنت نيجي من أنسى مين هو إذن اذكرني عند ربك يعني قل له للملك قل له للملك إنه في واحد قسطه كذا كذا ما هو أكيد يعرفه قسطه في السجن مع بعض اذكرني فأنساه أنسى مين على فكرة العجيب العجيب إنه في بعض أهل التفسير بقولوا إنه أنسى الشيطان يوسف ذكر ربه عجيب فلبث في السجن قال وكان هذا عقوب إنه لبث في السجن بضع سنين كانت نتيجة إنه هو قال لهذا السجين اللي عرف إنه هو رح ينجو ورح يكون ساقي للملك وقال له اذكرني عند الملك طيب وين الغلط أصلا في هذه القضية قال لازم فقط يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فكانت عقوبته هذا كلام طبعا كله كلام أولا أولا وقال للذي ظن أنه لظن طبعا خلينا شواء شواء وقال لذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك اذكره اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر طبعا أنا أدري أسأل سؤال الفا هاي بتعني إيش فأنساه مش أجت بعد الكلام مش بعد الكلام طيب إذن لو كان لما قال الكلام ناسي لو هو اللي ناسي يوسف ذكر ربه ذكر ربه كان ما أجت الفا اللي بتيجي بعدها انتبهنا للمسأل دقكم معي وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك لعند هون هو ناسي ذكر ربه يوسف لا فأنساه الشيطان أنسى مين أصلا مين المذكور في الأخير قال للذي نجى منهما وقال للذي ظن أنه نجم منهما اذكرني ياللي بدك تنجو عند ربك يا فلان فأنساه الشيطان فلان هذا أن يذكر ربه أما أنه يوسف وانت نسي لحظة واثنين هذا معناته احنا ما بيجزلنا نتقاضى بكرة لما يشعر الواحد أنه مظلوم يتقاضى عندي في القضاء مثلا مشيك المسلم المسلم يعني ما بتجأش للقضاء ولعرض مشاكله على المسؤول من أجل أن ينصف وهل هذا ذنب ثم ذنب إلى درجة كمان سبع سنين هذولا إذا كانوا سبعة لأنه ثم بتتهمه اللي الله سبحانه وتعالى قال عنه أنه مخلص أنه مخلص محسن ولما بلغ عشد أتيناه حكما وعلم كذلك نجزي المحسنين وراودته فكل هذا الكلام كله بنفي عن يوسف هذا الكلام ثم وين الغلط وين الغلط ومين قال أنه بلجأش لربه مين قال أنه بلجأش لربه إنما أنا يجوز لي كمسلم أني أعرض قضيتي إذا أنا مظلوم لا وأحط محامي كمان أحط محامي وين الغلط حيش الكلام هذا هذا فهمت أعوج ثم رسول كريم مخلص نجي وكل هو اللي نسي والله بيعطبه لا بده يقول لك إنه هذا الذي نجى من فرحته يبدو وراح فيه كذا أنساه الشيطان بعدين مين قال إنه الشيطان إله إله سلطة على يوسف مخلصين أيوة طالما هم مخلص وإبليس شو شيهده وقال شو بقول إلا عبادك منهم مالوش تسلط على العباد المخلصين طب يوسف مخلص ولا لا ممتاز مشيك كان مذكور قبل هيك إذن هل بتسلط الشيطان على يوسف لا ما بتسلطش الشيطان على يوسف بشهادة مين إبليس فياته إلا عبادك فهون بس ننتبه هاي الشغلة يعني وردت عن موسى مش هيك فأنساه هذا الآن بناشي تخل في موضوع تاني ما كانش لحاله موسى خلينا هون ما كانش لحاله ما كانش لحاله فهون الآن إذن ننسى هذا الشيطان أنسى هذا الرجل طب أذن الله أن ينسى لاحظوا الله سبحانه تعالى يعني لاحظوا إنسان مثلا بيقرر أن يقتل إنسان فبيتخذ كل الوسائل وبيقتله إذا قتله إحنا نعلم أن الله أذن مش معناته القاتل يعني مش مسؤول مش معناة أذن لأن الله قد يأذن وقد لا يأذن في آه وممكن ما يأذنش فينجو كيف بينجو لأنه الله سبحانه تعالى مقدر في عمره إنه يطول أكثر من هيك ما يذنش ما يذنش ما في شي بيحصل في الكون إلا أذن الله طب أذن طب ما هو هذا قتل طيب ما هو الله حرم القتل بس الله سبحانه تعالى ما منعه يقتل ما منعه يقتل مش هيك لأنه الله مكلف البشر إلى آخره بس منع غيره يا ما ما يريد أن يحفظوا الله لي حكمة إلى آخره طيب إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع بيدفع بيدفع كثير عنكم وإنتم مش من تبين إن الله يدافع عن الذين آمنوا فهون نسي فلبث في السجن بضع سنين برضو حكمة ربانية إنه وإلا لو أراد الله كان ممكن بأكثر من طريقة يذكر الرجل وحب شيك ويجعله يتذكر وإلى آخره فيخرج يوسف تمام فلبث في السجن بضع سنين هون خبرتنا إنه أقل شي ثلاث وأكثر شي تسعة يعني ما قلت الفترة السجن عن ثلثة سنين ما زادت عن تسعة ولذلك كثير بقوله سبعة آن هذا بعد ما خبر الرجل كيف هذا بعد ما خبر السجين لا ما مندري فلبث في السجن وهون لاحظوا موضوع سبق تحدثنا إنه أحيانا بخلط الناس تعبير لبثة أو مكثة لبث إلا علاقة بالزمان لبثة لكن مكثة إقامة لذلك شو قال موسى مكثوا يعني قال لأهله مكثوا يعني خليكم مكانكم خليكم مكانكم مكثوا فإذن المكث ما بدل على الزمن فما لبث أن جاء آه اللي بدل على الزمن إيش لبثة لبثة وليس مكثة مكثة فيها إقامة فهون إذن إذن من الآن نيجي لموضوع قلت الذي ظن من الذي ظن وقال 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 للذي ظن وهذه تحتمل على فكرة لغة أن الذي أن الذي ظن يوسف أو الذي ظن السجين الثاني صاحب الرؤية وقال من اللي قال يوسف عليه السلام للذي أنه أكرب مذكور الذي ظن آه آه الأصل إنه اللي ظنه الذي شك وقال للذي ظن أنه ناجن يعني بمعنى آخر هذا السجين لما تليت فقال لكم بيّن أنا على ضوء كلامه رح أنجو طب ليش ظن مش مستيقن في بعض ممكن قال ما هو ظنهم بمعنى استيقن خصوصا إذا بدوا ميرجعوا ظن لمين لا يوسف لا يوسف هو أولا فيش عندكم أي دليل حتى لو كان اللي ظن يوسف فيش عندكم أي دليل إنه كان وقتها نبي ولكن طب كيف ما هو الله بيعلمه ما هو حتى اللي بيعلمه بالتدريج يعني ما بتوصلش إلى درجة اليقين بجزء ذاك النبوة إذا حكمت النبوة إنه تأويل هذا كذا 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 صحيح هذا النبوة طب وإذا كانت المسألة تدرج في التعليم عبين ما يبلغوا النبوة فممكن يكون إيش ظن اللي هو يوسف كمان ممكن يا هذا يا هذا يعني اللغة بتحتمله بس أقرب أن يكون من اللي ظن الذي الذي ظن الذي إيش ظن أنه ناجن الله سبحانه وتعالى يعني أذن أن ينسي الشيطان هذا السجين ذكر ربه ولكنه أيضا تدخل سبحانه أن يري الملك الرؤية التي كانت سبب في نجاة يوسف عليه السلام وما حصل لاحقا أي نعم صحيح إنه الله سبحانه وتعالى أذن أن يحصل إنساء هذا السجين لقضية مهمة يعني أصلا غريب إنه نسي غريب إنه نسي ونسي مدة ولكن الله سبحانه وتعالى جعله يتذكر في اللحظة المناسبة في حكمة الخالق كيف جعله يتذكر جعل الملك يارى فلما عرض الملك وقالوا له المستشارين قالوا له وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين آه أحلام هالكت بصير بده تقرب للملك أصلا الساكي عندي تفسيرها هالكت تذكر ومش فس تذكر أيوه لا هالكت كمان بده عند هالكت بقدم للملك خدمة أنا ونبيئكم بتأويله فأرسلون تمام تصور كل المستشارين والساكي هو اللي بده حلها بس السؤال كان لازم نسأله أولا لاحظوا أنه الملك بقول وقال الملك إني آرى شو يعني إني آرى إذن لفت انتباهه للملك إنه بتتكرر يعني مش مجرد حلم بحلم هو مرة وخلصنا تكرر والصورة نفسها اللي بتعرض الصورة قال لك في قصة فجمع إذن هو إني آرى الفعل المضارع ها اللي بدل على الاستمرارية والتكرر إني آرى بشوف عم بشوف يا جماعة عم بشوف مش شوفت مثل ما قال يوسف يا عبتي إني رأيت لأنه كان مهيئ يوسف إنه اللي بيرى يجي يخبر لكن هون أخذت معاه عدة عدة تكررات إذن معناته في شي جمعهم فهون هيوا الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى حكمته إنه جعل أول شيء الملك السؤال سؤال ليش الملك بالكم بالذات هو اللي حكمة الخالق أن يكون الملك هو الذي رأى لو أي واحد رأى مش مهم أيوة لأنه هو اللي بإيده أنه يحل مشكلة مصر لأنه أولا الرؤية بتخصه وجاعت إله وأجى تفسيرها وهو القادر على أنه ينقذ هذا ينقذ هالأمة اللي تحت سلطانه من مجاعة قادمة أما أما والله لو اللي رأى إنسان عادي طيب لو رأى عشرين مرة إنسان عادي كيف بدأت تحل مشكلة مصر فإذن حكمة الله سبح تعالى إنه جعل الملك يرى الساقي يتذكر إذن معناته كان أذن الله إنه الشيطان بده ينسي ينسي في حكمة أقوى من الشيطان في الأخير بدأت توصل تمام هون آه فهون إذن جعل الله سبح تعالى الملك بالذات هو الذي يرى مشان تكون رؤيته الخاصة والواحد على فكرة بتعصب لها لما تكون منه ثم جاته تأويل للتأويل فبالتالي إذن كان محريص إنه طيب إذن إحنا بدنا نحتاط الآن للشعب تمام فصار مفهوم إذن يوسف عليه السلام فصل الرؤية للساقي لكنه رفض أن يذهب إلى الملك وحتى تظهر ببراءته فهذا يعني هذه العزة بيوسف عليه السلام ثم ثانيا ما حصل في المجلس الذي جمع فيه الملك النسو آه إيش المجلس يعني يعني لما جمع النسوة ما خلط بكنا إضغاء الثم أهو نعم هو أنا أنبئكم بتأويله في أرسلون طبعا لاحظ الكرآن ما بعطيش تفصصين اللي معطيها اليوم في القصص لا على طول لاحظ القفزة أنا أنبئكم بتأويله في أرسلون يوسف صار في مجلس يوسف أيها الصديق هم جربوا أفتنا وعرض له رؤية الملك فالآن الآن مش وقت مش وقت مش وقت يقعد وعظ أصلا وعظوا سابقا وعظوا سابقا لما فسروا الرؤية الآن فسرها رجع إلى الملك لذلك لاحظ شكال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون شوف القفزة وقال الملك وقال الملك اتوني به فلما جعه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله هاي هاي تكررت ربك فانساه الشيطان تذكير ربه امشك ارجع إلى ربك فاسأله وبعت له الشفرة هاي إذن الملك بفهمها وقلناها في الدرس الماضي ما بالنسوة التي قطعنا ايديهن شو قصتين عن ايش اعتذرين وعلى ايش في ايش شاركين الملك فهمها وإذا أنت أمام الملك وهو يحقك في المسألة قال ما خطبك إذ روتتن يوسف عن نفسه إذن هذا مسألة السؤال اللي هو كان لا يوسف عليه السلام يعني هون هون يبدو أن يوسف عليه السلام مش مستعجل لأنه بده بده يخرج من السجن وقد ظهرت برعته وفعلا هذا الموقف اللي وقفه يوسف هو اللي جعل الملك يستوزره لأنه لاحظة هو اللي جعله يستوزره وهو اللي جعله يضعه على خزائن الأرض مشان يحل المشكلة هو يعني كيف الله سبحانه وتعالى إلهاماته لا يوسف وتعليمه إله أتيناه حكما وعلم إذن صاحب حكمه إحنا على فكرة آه ممكن الواحد فينا ما يصدق وانت يطلع من السجن لكن لو تريست شوية لو تريست شوية بجوز يكون أفضل لاحظ فهو قال طيب لأنه الملك على فكرة لاحظوا الملك كان له في الأول شقان لاحظ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول وقال له ارجع وقال له ارجع لاحظ وحقق الملك مع النساء اوف شو هالشخصية هاي شو هالشخصية هاي اللي مثل هذا الموقف وكلهن بشهدن له النسوان ما هنشهدن بكيف إنه هو شو قال لما سمع وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي شو فأدرك أما لو الأولى أجا وفسره السلام عليكم بجوز يعطي شوية ذهب وأطلقوا من السجن بشيك لكن لاحظ لما شاف هالموقف الشهم وهالموقف كيف إنه مش يعني مش مستعجل سنين له مش مستعجل بده أعجب شو قال لما شاف هالشخصية فلما شوف هاي المرحلة الأولى ائتوني به المرحلة الثانية ائتوني به أستخلصه لنفسي هذا 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 إيه إيه اللي مثله ها مش زي حكام اليوم بيبحثوا عن الصاقطين بيبحثوا عن الصاقطين لا هذا بيبحث عن ها لذلك إذا بتلاحظوا حسن في أيام الأمويين والعباسين خلفاء كانوا كانوا بدهم القضاء يكونوا من الناس اللي عندهم علم وعندهم يعني صدق وتقوى إلى درجة أنه بعضهم كانوا يزجنوا إذا برفضوا القضاء أما اليوم بدوروا بدوروا على مين بدوروا على مين بالله طيب المهم استخلصه لنفسي فلما أكلمه هاي الخطوة الثالثة يعني شافوا قدامه وهو برضه السماع مش مثل تشوف في ناس لما تسمع عنه وبعدين تشوفه بصغر في عينك في ناس بتسمع عنه لما بتشوفه هو في ناس بتسمع عنه لما بتشوفه هذا 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 أكبر يعني السماع مش زي تشوف فلما كلمه شوف كلمه وزنوا وزنوا في الكلام وشوف قديش الخلفاء عندنا في أيام الأمويين والعباسيين قديش كانت الكلام والمتكلم قديش يكبر في عيونهم إلى درجة أنه بعض الناس اللي كانوا بديوحكم عليهم في الإعدام كانت تتخلصهم كلمات يدرك أنه شو هذا يقال أنه دخل وإحنا بدأش ندخل في قصص الآن الآن لما دخلوا على الخليفة شخص طبعا مستحق للإعدام هو كان على اعتبار أنه خارج على الدولة ومقاتل 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 وقاتل يعني في المعارك وخارج على الدولة طبعا هذا ما هو خلاص مبين لما كانوا يفرشوا ما يسمى بالنطعة النطعة اللي هو جلد هيك جلد بوقفو عليه مشان لما تقطع رأسه تيجي في الجلد يعني مش بس لاحظوا ما كانش يبدو الخليفة ينفذ إلا بعد ما يشوف فنظر إلو عجب وشكله ما يبتخفاش مرات نظرات هلقيت على فكرة مثلا الرسمين إذا بتكن الرسم بيبين لك أني أنا بدك مثلا الشخص يبين قوي بعمل هيك بدك يبين غبي ولا كان رسمت لكم بش وقته كيف يبين غبي كيف يبين قوي كيف فهون مرات ما في الداخل يظهر خصوصا في العيون طيب لما شاف وعجب فيه قال له تكلم تكلم فقال من ضمن ما قال أرى الموت بين السيف والنطع إلى آخره وقال قال أبيات من الشعر وأغلب ظني أنك اليوم قاتلي وأي مرئ مما قضى الله يفلت ولكن خلف خلف في صبية قد تركتهم إلى آخرين فهذا الكلام والبلاغ التقت مع فكان هذه كانت القصة أدت إلى نجاة الرجل طب تقولوا كيف نجاته آه ماهم قضية قضية اللي بخرج على الدولة وبقاتل هذا حكم وبيختلف شو يعني ممكن تعفي عنه هذا حكم حكم هذول البغاء اللي بسموهم بغاء اللي هم حكم فبالتالي ممكن الحاكم معطى سلطة أنه يعفو مش وقته خلينا في آخر سؤالين طيب بس خلينا نبدأ إذن للثانية يعني هو قد احسر أن طيب لاحظوا لاحظوا العجب أولا قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم من اللي يعلم الكلام متصل دقكم معي الكلام متصل عم بتقول أنا راودته هو أنا راودته عن نفسه عفل وقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لحظه وإنه هاي الضمير بالجعل مين لا يوسف وإنه لمن الصادقين ذلك يعني موقفي هذا وأنا قلت هذا ليعلم مين اللي يعلم يوسف ليعلم أني لم أخن هو مين الضمائر كلها في الجعل مين كلام متصل ليعلم أني لم أخنه بالغيب طيب ما هي خانته هو واقف خانته هو واقف وقالت وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك هو واقف ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يزجن أو عذابه قال هي راودتني عن نفسي خانته وهو واقف بتقول أنا بقول هالكلام مشان يعلم كأنه تكفير عن ذنبها يعني يعلم أنه لما كان غايب قلت الصح ولم أخنه زي ما قلت وهو واقف ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين كلام مستمر لحظه وما أبرئ نفسي يعني شو ما أبرئ نفسي دائما الوحب اللي بيعترف بالذنب بيجي بيقول لك يا عمي أنا مش ملاك أنا بشر أنا مش ملاك أنا بشر ما ببرئش نفسي الوحب بخطئ الوحب بخطئ مش بقول إني أنا بريئ إني أنا بريئ هي بتقول إني أنا بريئ لا وما أبرئ نفسي إن نفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي آه العجيب هون من نوخ الدرس العجيب الأمر بقد ما هو واضح إنه من اللي بتكلم إنه زوجة العزيز وبعد ما انتهت من كلامها شو قال الملك وقال الملك ائتوني إذن مش موجود في الجلسة بمجرد ما انتهت هي من كلامها ها شو قال وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي إذن مش موجود يوسف في الجلسة اللي قاعد تتكلم فيها المرأة الغريب والعجيب شوف الغريب والعجيب إنه إذا بدأ تقسم المفسرين قسمين الأكثر والأقل الأقل هم اللي قالوا بالكلام اللي قلنا إنه هذا الكلام كلام امرأة العزيز هذا الأقل من المفسرين كودماء الأقل طب عجيب كيف كيف بيحصل هذا الكلام وعلى رأسهم شيخ المفسرين اللي هو مين الطبري الطبري وأغلب المفسرين أو الأكثر قصدي المفسرين شو قالوا إنه ذلك ليعلم قال هذا يوسف اللي بقول هذا يوسف اللي بقول ذلك ليعلم العزيز إني لم أخنه بالغيب ما هو العزيز عرف من أولها وقال إنه من كيدك وقال يوسف وقال هذا واستغفري لذنبك قال منين جبته يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام بعده في السجن بعده في السجن الملك هايو عم بقول بعد ما خلصته يتوني به منين جبتوا هالكلام هذول الأكثر ها هذول الأكثر وعلى رأسهم شخ المفسرين شي عجيب طب شو هذا ليش هيك بصير طيب لحظوا وكمان قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب يعني قال العزيز وينو يوسف جبته لنا يا من وين من السجن أنتو خلته يحكي ويرجع طيب ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئه نفسي بدهم يتهمه يوسف أعوزه بالله الله سبحانه وتعالى قال لك من المخلصين وقعب تقول أنه أجا قال ومع ذلك أنا ببرئش نفسي يعني حصل مني وفيه بكتب وفي كتب التفسير إيش بشع قال وما أبرئ نفسي المرأة اللي بتحكي طب شو الكصة ليش بقعوا هاي الوقع وهم أهل التفسير وهم مرجعنا أيوة حتى يدركوا الناس حتى يدركوا الناس أنه مهما كبر الإنسان ومهما كبر العالم مش دائما يعني هو نبي أقول لك هو النبي إذا اجتهد دفترات في قضية عصمته بتأتي وقتها من نزول الوحي أنه أنت في هالموقف هذا على طول شو معنات عصمة ما هي من ضمن العصمة أنه لا يقر على اجتهاد إذا من يقول اجتهاد وإنما ينزل الوحي فار زي قضية مثلا أسرى بدر وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم ثم عاتبوا ثم موقف أن جاءه الأعمى ثم عاتبوا تمام فهون إيش جاب هاي وما أبره ونفسي بدكم تقولوا كما بدكم تتهموه ليش النص هيك بقول النص امرأة العزيزة بتتكلم يوسف مش موجود الطبري تيجوه بقول والغريب إنه مثلا هذا ذكي جدا تبع الدرر نظم الدرر نظم الدرر ذكي وخصوصا في اللغة على فكرة يا سبحان الله برضو بمشي معهم في الموضوع وأكثر لما تقول أكثر وأقل لا الأكثر ذهبوا إلى هذا الكلام وإلى درجة أنا بقولكم شو اللي بدعوهم لهالكلام شو اللي بدعوهم لهالكلام وفي من المعاصرين ومن أئمة اللغة من تورط في هذا أنا بقول تورط ليش لأنه أصلا فيش احتمال إنه يكون الكلام صحيح ولو خمسة في المية ولو ثلاثة ولو اثنين وإلى درجة إنه شفت مفسر من المفسر وتفاسير قصيرة وتعجب فيه في طريقة العرب في هذه المسألة بالذات بتوقف عندها وبتمنى إنه هذا يوسف اللي بتكلمه بكلك بالأدلة التالية واحد تنين تلاتة أربعة ما عارش كان خمسة أظنى كمان كان أدلة على أنه يوسف وتصوروا من الأدلة اللي بيعرضها بدون أسماء طبعا بسمي بتجد يعني مرجع كويس هو من مراجع المختصرة اللي بتكون عبارته مختصرة وبعطيك المعنى سريع عندها يتوقف ومش أعطى معنى سريع واحد تنين ومفندهم واحد تنين تلاتة أربعة خمسة هذا يوسف وأنه القول هذاك تصوروا القول الصحية بعيد 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 كيف الشيطان بدخله بلعب هيك هذا هو البشر حتى ما نقدس حتى ما نقدس لا العلماء ولا غيرهم بس في نفس الوقت هم من أصل مرجعيتنا وبدونهم إحنا لأنها يعني لما تجد أنت لما تجد أنت في الغالب هو يعطيك صحيحه أحيانا حتى تعرف أنه بشر مش نبي هذا واحد اتنين هذا اللي من الأدلة اللي طرحها فكرة قال أصلا كلامها شوفها 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 هون هون الأدلة القوية تصور وببقى نفسر القرآن كله قال هي بتقول لاحظوا إلا ما إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم إن ربي غفور رحيم وإنه ورد في ألسنتهم الله طيب ليش ليش المشركين في مكة لو سألتهم لاحظوا وبعدين شو قالها العزيز استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين تمام لما شافوا ذكر الله واستغفره وغفور قالوا لك هاي مش معقول هاي هذا بتكلم هاي يوسف هذا المؤمن شو ليش هو مر في التاريخ على أمة من الأمم لا تعرف الله لكن علماء العلماء الغربيين اللي هم علماء اللي درسوا هذه الأجناس حتى في الغابات المعزولة شو قالوا وجدنا أمم دون علوم وجدنا أمم دون فلون ولم نجد أمة دون دين بعدين المشركين المشركين العرب شو كانوا يقولوا ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله لا يقولون الله الله طيب وأبو بعدين أبوه للرسول شو اسمه عبد الله عبد الله طيب وبعدين طيب ليش تعبدوا الأصنام شو بقولوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله وهذا الملك البدوه الهكسوس مين قال إنه ما عندوش مفهوم الله والمغفرة والفراعين مهم الفراعين أصلا بيؤمنوا بالبعث وكتاب الموتى بيفصل هذه الكلام حتى لو كانت فرعونية كتاب الموتى بيفصل موضوع بيؤمنوا بالبعث طيب والعجيب إنه العرب اللي بيؤمنوا وش في البعث كانوا المشركين كيف يفصلوا العرب لهذا التاريخ هاي اللي بتها تفسير مش إنه التفسير إذا في أمة مشركة ما شو عنات مشركة ما هم انضمن معاني مشركة إنه بيؤمن بالله وبيشرك معها من المشركة إنه مش العجيب إنها تأمن بالبعث لأنهم بيؤمنوا بالله وخالق الإنسان الغريب إنه كيف بتوصل أمة إنها ما تأمنش بالبعث زي أمة العرب لما بعث الرسول ومع ذلك كانوا يحجوا ومع ذلك يطفوا بالكعبة ويروحوا ميناء وعرفات وتفاصيل على دين إبراهيم ومحرفينه عن دين إسماعيل ومحرفينه فهي تصور الأدلة اللي بتطرح إنه اللي بتكلم مع أنه أنت عندك الدليل اللي هاي القرآن هاي النص إيش بتقول لي هاي بيقولوا مين كالك بيؤمنوش بأله مين كالك كل من يؤمن بأله يعني مؤمن هم النصارة بيؤمنوش بأله واللي هود بيؤمنوش بأله وعبو لحب بيؤمنش بأله فهون تصور لما يكون هاي أدلة مش هان يجعل يوسف عليه السلام هو اللي يقول وما أبرئه نفسي يعني بس هوا اللي بدعوهم لهذا اللي بدعوهم لهذا أحيانا النصوص يتوهموا صحتها نصوص طبعا مش عن الرسول يعني بكفيهم النص مرات يوصل ابن عباس مثلا أو كذا انه قال انه مثلا اللي قال هون يوسف خلاص في منهم هبا طريقة مش انه بيجي بقول أنا بدي أشوف هالنص من ناحية صحت سنده ثم بعد سنده بدي أناقش متنه وبتناقض مع بتناقض مع النص الكرآني الصريح هو هذا عساس على فكرة اللي بيحصل مع الطبري وغيره وجود نصوص وخصوصا القدماء يبدو مش زي اليوم يعني الله سبحانه وتعالى صار فيه ناس على فكرة يدرسوا الأسانيد ويقدموها للناس وقول لك هذا صحيح هذا حسن هذا كذا يعني هذا ضعيف هذا موضوع يعني هذا اليوم رحمة رحمة لكن فيه كثير من اللي بيكتبوا قديما كان يكون باعوا طويل مثلا في الفقه ولا اشي بالحديث باعوا طويل في التفسير برضو بعالش في الحديث تمام لغوي كبير الى آخرين فمن هون هذا هو أساس على فكرة انه شو اللي بيخليهم ثم تجد اليوم من يعني شفت في في اليوتيوب بقولش أشخاص طبعا من من العلماء اللغة الكبار بسقط هذه السقطة سقطة مجزان بيعني لا أقصد يعني وين الفهم وين الفهم وانت بتفهم الناس العربية هاي النص هاي السياك هاي السياك كيف تاخدش السياك انت كيف تاخدش السياك انت اللي قبل واللي بعيد مين اللي بحكي تمام اه لكن برد بدي اركز على قضية انه الاصل انفهم الناس ديروا بالكم انه العلماء بشر وهم كدوتنا في العلم لكن مش معناته كل مية بالمية بشر مش نبي شو مية بالمية ما حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات شو قلهم قلهم هذا رأيي مش وحي كانوا يسألوه هذا مثلا في بدر يعني الله أمرك ولا الحرب والخدعة وتأبير النخل مثلا وتأبير النخل اه فكان يميز يميزون واليوم يميز احنا مثلا يعني الرسول كان يحب يأكل الكتف مثلا الكتف الشاء شو علاقته هذا بال بالدين ايوه بالتشريع هذا اكيد من خصوصياته يعني هو كبشر بابي شي طبيعي الى آخره فهذا يبدو انه السر الحقيقة هم لو ما كان فيه نصوص خدعتهم وظنوا صحتها وانبعني بصحتها يناكشوا اوش يستند ثم يناكشوا المتن وتعارضوا مع النص الصريع اه ما بروحوا بيجي وقول لك هذا يوسف اللي قالوا هو لا يجال في السجن يوسف عليه السلام طلنا يبدو نختم بس بكلمة حصحصة وكون الختان بارك الله فيك يعني كذا نفض نفض حصحصة لانه غريب عن الناس الآن حصحصة لحق يعني كأنها بدأت تقول انه الحق وقع وثبت بس هو مش هيكل معناها هالكتر منبين اكثر بس شو قصدها الآن الحقيقة تجلت ووضحت بشكل قاطع طب منين جاي هالكتر على فكرة خلينا نقول لما منقسم مثلا اشي حصص هذه حصصة بنقطع هيك هي حصصة بنقطع هيك هي حصصة بنقطع هيك هي حصصة فشو منسميها حصصة اللي هي نصيب يعني بس هذه الحصصة حتى تكون حصصة لابد ان تكون قطعة وميزة قطعة وميزة سطرة حصصة تمام ولذلك كأنه كأنها بدأت تقول انه الحق الآن تميز عن الباطل وصار واضح شوف الحصحص إذن هي لها علاقة بالحصة على فكرة لما تقطع أنت حصة هيك بتصير واضحة هاي إلك هاي حصتك يعني وضوح مختلط؟ مختلط؟ لا مش مختلطة فبالتالي أن حصحص يعني كأنه نفصل هيك الحق عن الباطل وصار الحق هي واضح حصحص على الحق صار مبين زي الحصة لما بتقطعها بتقول هاي حصتك طيب إن شاء الله إحنا بنكمل في المرة القادمة عساس أنه في لا يزال بعض الأسئلة بل كتكون المرة القادمة الخاتمة إن شاء الله وآخر دعمنا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم الله يبارك عفاكم وبإياكم